اهلا بكم في نشرة مغاربية جديدة نرصد فيها اخبار المغرب العربي وتطور قضيه نبدأ بالسياسة وننتهي بالرياضة ولا نخفل الاقتصاد والثقافة واخبار شعوبه نافذة شاملة نطل بها من القاهرة على المغرب العربي والبداية بالعنوين قمة لم الشملة العربية تواصل اعمالها في العاصمة الجزائرية الرئيس الجزائري يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة جامعة واكشت تناقش سبل مواجهة التغيرات المناخية والبداية من الجزائر التي تتواصل فيها القمة العربية في نسختها الحادية والثلاثين تستانف اليوم او تستانف اعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر بمشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية هذا وسلم الرئيس التونسي رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية الى الجزائر وتركز القمة على تعزيز العمل العربي المشترك الى جانب تحقيق التوافق بخصوص العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة كان الرئيس التونسي قيس عيد اكد انه لا يمكن ان يعم السلام الا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن ان يسقط بالتقدم هذا واشار صعيد الى ان هذا الحق سيكون حاضرا على كل جداول مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات الدولية ولا سلام ولا يمكن ان يعم السلام ولا يمكن ان يكون هناك وئام الا باستعادة الحقوق او الحق الفلسطيني الذي لا يمكن ان يسقط بالتقدم امدا واقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف هذا وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة واقترح الرئيس الجزائري انشاء لجنة اتصالات خاصة بالقضية الفلسطينية استكمالا لواجبنا العربي تجاه القضية الفلسطينية القلب النابض للامة العربية اتطلع ان يتم خلال هذه القمة انشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من اجل دعم القضية الفلسطينية والجزائر على اتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي الى الامم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة القمة العربية بالجزائر تحمل امالا بانشاء منطقة حرة عربية مشتركة وتعزيز التجارة البينية امال تسمح بتشغيل 22 مليون مواطن عربي عاطل عن العمل القمة العربية بالجزائر تعد فرصة بالغة الاهمية للدفع باتجاه تعزيز التجارة البينية واتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تم اقرارها منذ عام 2005 حجم التجارة البينية العربية تراجع كنتيجة طبيعية للتوترات السياسية الداخلية التي شهدتها العديد من دول المنطقة منذ عام 2011 بالاضافة الى التداعيات الكارثية التي سببتها جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والتي دفعت اكثر من 22 مليون مواطن عربي الى طابور العاطلين عن العمل وتكشف تقديرات الجامعة العربية عن ان الصراعات والحروب في الدول العربية كلفت العالم العربي 640 مليار دولار ويصنف حجم التبادل التجاري العربي بانه من بين اضعف النسب في العالم وفي اخر تقرير له رصد صندوق النقد العربي حركة التجارة العربية التي وصلت الى ما يقارب 10% ويعد هذا الرقم ضعيفا جدا بالمقارنة مع حجم الاقتصادات العربية وما تتمتع به المنطقة من ثروات فضلا عن الوحدة الجغرافية المترابطة هذا الضعف في التجارة البينية يرجع كذلك الى قيود ادارية وفنية واذا كان النقل البري شكل احد اهم مقاومات التجارة العربية فالحاجة ملحة لوجود شبكات نقل برية تربط الشرق والغرب العربيين ومن شأن مشاريع النقل العملاقة وشق الطرق المحورية داخل مصر ان تشكل نواة تربط بين اقاليم المنطقة العربية باعتبار ان مصر تتوسط ثلاث قرات واذا كان رقود العالمي قادم لا محالة فان مشروعات التجارة البينية العربية تعد طوق النجاة من تبعات هذا الركود وقد تسرع تلك المشروعات الخطى نحو منطقة حرة عربية ومن بينها شهادة المنشأ الالكترونية التي سمح بتطبيقها مع جائحة كورونا واصبح هناك نحو عشر دول عربية لديها شهادة منشأ الالكترونية وكذلك تفعيل اتفاقية الترانزيت التي ابرمت عام 1981 وظلت ثلاث سنوات متوقفة بسبب الخلافات ولكن جرى اعتمادها مؤخرا لتسهيل التجارة ليس بين الدول العربية فحسب بل مع العالم الخارجي ككل وللحديث اكثر عن الدورة الحادية والثلاثة للقمة العربية والمقامة في الجزائر ينضم الينا من العاصمة الجزائرية زميل احمد ابو زيد مفد قناة القاهرة الاخبارية احمد بداية صباح الخير اذا اطلعتنا على جدوى الاعمال اليوم الثاني من القمة العربية نعم فيروس قبل جدوى الاعمال اذا كنا سنشير الى يوم القمة الثاني على مستوى القادة فان الاجتماعات كان يفترض او بالاحرى وصول القادة والزعماء كان يفترض ان يكون بشكل رسمي عند التسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الجزائرية لكن قبل هذا الموعد بساعة كاملة اي عند الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الجزائرية تابعنا وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومن بعده الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد اللدين وصلا ودخلا من هذا المدخل تحديدا ودخلا مباشرة الى احدى القاعات من خلفنا لا يعلم اذا كانت هذه قمة مصرية عراقية هي الاولى من نوعها منذ انتخاب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وفي اول تحرك له لازلنا نتابع معكم فيروز معلش هذه اللقطات لبدء توالي اصول المسؤولين العرب الذين يفدون اتباعا الى قاعة ومركز عبداللطيف رحل هذا الرئيس التونسي قايس السعيد اذا من بين الحاضرين ومعه بالطبع وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي الرئيس التونسي الذي سلم بالامس كما تتابعون الرئاسة للرئيس الجزائري عبداللطيف تبون هذا هو الممر الذي عبر منه الرئيسان والرئيس التونسي كما نتابع يلوح اذا لوسائل الاعلام والصحافة التي تقف في هذه اللحظات ولعله سيتوجه الان ربما بكلمة او بتصريح صحفي مقتضب لوسائل الاعلام هذه اللقطات التي كما اشرنا فيروز وقبل دقائق قليلة من الان وقبل الموعد الرسمي المحدد لوصول الرئيساء والزعماء كان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والعراقي عبداللطيف رشيد قد دخل مباشرة الى هذه القاعة يفترض انه مع بدء الوصول الفعلي الرسمي الذي كان مجدولا بعد نحو عشرين دقيقة من الان سيبدأ الرئيساء في التوافض والوصول بعدها بنصف ساعة اي عند العشرة ستمتد جلسة عمل مغلقة تجمع القادة على مدار ساعة ونصف الساعة من العشرة وحتى الحادية عشرة ونصف صباحا لجلسة عمل مغلقة ومن بعد ذلك تبدأ الجلسة العلنية مع الثانية عشرة الا الربع حتى الثانية ظهرا ستكون جلسة علنية وسيكون فيها توالي ترتيب الكلمات للقادة والزعماء ورؤساء الوفود الحاضرين تابعا لأولوية طلب الكلمة ومن بعد ذلك جلسة مغلقة ثم الجلسة الختمية ومن بعد ذلك عند الرابعة بالتوقيت المحلي للعاصمة الجزائرية سيكون موعد المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة والأمين العام الجماعة العربية أحمد أبو الغيط طيب أحمد يعني بالتأكيد هناك العديد من الأطرحات وهناك العديد من المواضيع التي يتم تدولها بين الوفود في أروقة قصر المؤتمرات منذ يوم أمس وحتى اليوم ما المتوقع أن يتضمنه بيان الجزائر حتى الآن ليس واضحا بالطبع فيروز طبيعة المواد التي ستطرح وما سيتضمنه بشكل واضح هذا البيان غادر الآن الرئيس التونسي قيس عيد من أمام الصحفيين متجه إلى القاعة التي تحتضن ربما بعض القمم أو اللقاءات الثنائية ومن بعد ذلك سيتوجه الرؤساء والزعماء الحاضرون أنا آسف لهذا الاستطراد لكنه كان ضروريا لأننا نلقل صورة كذلك من مركز عبداللطيف رحال القضايا التي سيتضمنها البيان الختمي ستكون مرتبطة بأجندة وبجدول أعمال وزراء الخارجية العرب الذين قدموا أو طرحوا هذه الرؤية أمام القادة والزعماء مع هذه الملفات فيروس ستعتمد بالدرجة الأولى على جملة اللقاءات التي تعقد بشكل ثنائي كالتي نحن إزاءها الآن أو بعض القمم واللقاءات الثنائية أو أكبر من الثنائية قليلا بين عدد من القادة العرب التي على أساسها سيتم الولوج إلى مسارات عمل أكثر توافقية بين القادة العرب بعضهم وبعض حول طبيعة الملفات التي يمكن أن تشهد اختراقا أو قدرا ما من المرونة بين الزعماء والقادة العرب بعضهم وبعض وعلى أساس ذلك يمكن الحديث عن صيغة توافقية يتضمنها إعلان الجزائر هذه غاية مقصودة بطبيعة الحال وهدف أساسي لكن الوصول إلى هذا الهدف هو الذي ارتبط بأجندة اجتماعات القادة العرب بعضهم وبعض لمحاولة النظر بقدر من التمعون في هذه القضايا وفي آليات الوصول إلى مخرجات جادة تحقق هذه الأهداف فيروز طبع أحمد ستكون معنا على مدار اليوم الحديث أكثر ونقل المزيد من التفاصيل عن مخرجات هذه القمة وسير الدورة الحديث وثلاثين القمة العربية والمقامة في الجزائر زميل أحمد أبو زيد منفد قناة القاهرة الإخبارية أشكر جزيل شكرا على كل هذه التفاصيل ما زلنا في الجزائر ولكن هذه المرة اقتصاديا حيث أطلقت وزارة صناعة الجزائرية موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت في إطار خطة الحكومة لتحقيق التحول الرقمي للإدارات العمومية يتضمن الموقع الجديد معلومات واضحة وكاملة حول القطاع الصناعي والخدمات التي توفرها الوزارة والهيئات التابعة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ذلك فيما يتعلق بمرافقة الاستثمار كما يستهدف الموقع المساهمة في تحقيق تنفسية المؤسسات وجودة المنتجات من خلال توفير أبرز نشاطات الوزارة والهيئات والمجمعات التابعة لها وآخر مستجدات القطاع الصناعي بالإضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع الصناعي وقعت شركة الوطنية الجزائرية للنقل وتسويق المحروقات سونطراك مذكرة تفاهم على الهيئة العربية للاستثمار والإلماء الزراعي تغطي مذكرة التفاهم مجال التعاون عديدة منها دراسة فرص للاستثمار المشترك في قطاعي الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني بالجزائر وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بالإضافة إلى إنشاء مشروعات متكاملة من المنبع إلى المصب في المجال الزراعي ومن الجزائر إلى تونس التي أطلقت أعمال المرحلة الأخيرة بمشروع تزويد جنوب ولاية القيروان بالماء الصالح للشرب جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد محمود الياس حمزة بالولاية والذي نال إذن المشروع تحسين نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بجنوب القيروان بتكلفة نحو 15 مليون دينار مضيفا أنه سيخدم نحو 15 ألف نسمة من سكان المناطق المستهدفة بحثت وزارة التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية ملف التعويضات الخاصة بمتضرري الفيضانات بمنطقة بوسالم والتابعة لولاية جندوبة التونسية وخلال جلسة ضمت ممثلين عن الوزارتين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة تضم إطارات مركزية من مختلف الوزارات والجهات المتدخلة لإعداد تقرير متصل حول وضعية العقارات المعنية بالتعويضات تمهيدا للبت في الطلبات المقدمة وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس اتفاقية شاركة مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ضرورة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني وسعيها للعناية بالمنظمات المهتمة بذوي الهمم وضمان توفير ظروف المناسبة لإزالة العوائق أمام مشاركتهم بمختلف مراحل مصاري الانتخابي لأسيما الانتخابات التشريعية والمقرر لها السبع عشر من ديسمبر المقبل قال وزير الاقتصاد والتقديد التونسي السيد سمير سعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات والذي أقرته الحكومة مؤخرا يولي الاستثمار الخاص مكانة متقدمة واهتماما خاصا باعتبار دوره الحيوي في خلق الثروة والنمو تتواصل فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية لليوم الخامس على التوالي بالعاصمة التونسية والتي بدأت فعالياتها في التاسع والعشرين من أكتوبر وتستمر حتى الخامس من نوفمبر يتنفس في الدورة الثالثة وثلاثين عدد كبير من الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة حيث يعرض مائة وسبعين فيلما في اثنين أو اثنتين وعشرين قاعة سنمة بتونس العاصمة ومدن أخرى بمعدل ستين عرضا يوميا بينما تمثل تلك الأفلام نحو أربعين بلدا عربيا وأفريقيا ومن تونس نذهب إلى موريتانيا حيث شهدت جامعة نواكشوت ندوة رفعة المستوى حول رهانات تحضير الدورة السابعة والعشرين لمتمر الأطرف حول المناخ الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية حيث تم تناول دور البحث العلمي في توجيه قرار العمل المناخي شارك في الندوة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية وممثل صندوق النقد الدولي ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أدى وزير الدفاع الوطني الموريتاني حنن ويلد سيدي ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية أثمان ملمودو كان زيارة تفقدية لمحطة الرادار والتابع لأركان البحرية وخلال الزيارة قدم قائد أركان البحرية المساعد العقيد محمد محمود الحضرامي شرحاً مفصلاً عن محطة الرادار ودورها في رقابة مياه موريتانيا الأقليمية وجه الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود بتكتيف الجهود وتنسيق العمل في مكافحة الحرائق بالوسط الريفي وخلال اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة المتخذة لمكافحة الحرائق في الوسط الريفي تم استعراض الإجراءات المتخذة وحصيلة الأعمال المنافذة من طرف القطاعات المختلفة وتم التأكيد على ضرورة مراعاة مشاركة الفاعلين المحليين والتجمعات القروية خدمة للوسط البيئي وحماية للمراعي نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية في مركز تكوين وتبادل عن بعد اجتماع عمل مع مجموعة البنك الدولي حول تحول قطاع الطاقة في موريتانيا وفي كلماته الافتتاحية استعرض وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح تفاصيل إعلان سياسة الطاقة ورؤية القطاع في هذا المجال من جانبها أعربت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوت كريستينا إزابال سانتوس استعداد مؤسستها لمواصلة وتوسيع التعاون مع القطاع في مجال التحول الطاقي هذا وقد شهد اليوم الأول من الاجتماعات مباحثات حول الخطط الرئيسية للغاز والكهرباء وخطط إزالة الكربون من مجال إنتاج البترول إلى جانب إمكانية إنشاء مشروع جديد لدعم قطاع الطاقة بتمويل من مجموعة البنك الدولي ونذهب إلى ليبيا حيث أعلن عماداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ترحيبهم بالعمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس وأشهد الكوني بهذه الخطوة التي اعتبرها بداية لتوفير الإمكانات التي تؤهلهم للقيام بمهام خدمة المواطنين بمختلف المجالات وإفساح المجال للحكومة لأداء دورها في متابعة أمور الدولة هذا ودع المشاركون عمداء البلديات في ليبيا أن يحذو حظو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات لما سيحققه ذلك من استقرار وتنمية مكانية أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن جدارة توصل مؤسسة النفط إلى اتفاق مع شركتي إيني وبيبي للبدء بعمليات الحفر بمنطقة البحر المتوسط بمساحات وبكميات كبيرة من الغاز هذا وقال بن جدارة أن شركة إينيا الإيطالية ستدخل استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في غرب البلاد موضحا أن حجم الاحتياطيات بالحق سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج هذا كما أشار بن جدارة إلى أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب متوقعا أن تحقق إرادات نفطية تتراوح بين 35 و 37 مليار دولار بنهاية العام الحالي أكد رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش أن الحكومة قد بشرت مختلف الإجراءات للتفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية في مشروع قانون المالية 20-23 وخلال ترأسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية أوضح خنوش أن الحكومة قد خصصت 9 مليارات ونصف المليار درهم لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإكبارية للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات ضمانا لتمتعهم بالخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص أشهد فريق البنك الدولي المكلف بمهمة الإشراف على برنامج الاقتصاد الأزرق والمنفذ بشركة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أشهد بجودة الأعمال والمنجزة من جانب مختلف الشركاء ووحدة إدارة البرنامج في هذه الفقرة من حكاية مغربية نرصد مصيد الطيور الجارحة في ليبيا وكيفية ممارسة الصيادون لهذه العادة المتوارثة عبر الأجيال تغنى الشعراء في حبه وأوصافه فقد حاز على حب واهتمام العربي منذ القدم يشتهر صيد الطيور الجارحة في ليبيا ويزورها محب الصقور من كل حدب وصوب في موسم استيادها مع بداية شهر أكتوبر من كل عام فيبدأ الصيادون في إعداد مهامهم وكل ما يلزم للصيد وما يعرف عند عامة الصيادين مارماك أو الميجناص ومن ثم يتجهون إلى الأماكن الوعرة التي تعتبر ممرا جويا للطيور الجارحة والتي تهاجر من أوروبا إلى إفريقيا للتزاوج والتكاثر هربا من برودة التقصي هناك يستخدم لصيد طير البحارية ما يعرف عند الصيادين السلب وهو يصنع بطريقة بدائية حيث تحاك خيوط قوية في بعضها البعض لتعطي شكل حقيبة ظهر صغيرة ترتديها الحمامة لجذب الطير الجارح وبها عيون مفتوحة تغلق على مخالب الطير عند انقضاضه على فريسته يرتفع السعر من طائر إلى آخر بحسب النوع ويتميز كل منها من حيث الريش ولون الطير وحجمه ومقاص طوله وعرضه فهذا سقر فاتن بيع في ليبيا مقابل مليون دولار عبر تطبيق تيك توك تملك ليبيا أفضل طيور العالم مثل البحري وغيره من الطيور الجارحة النادرة ما جعلها مقصداً هاماً لهواة صيد السقور والنصور البرية أيضاً هواية أصيلة ضاربة في تاريخ العرب وولهيهم بالصقور التي تغنى حتى شعراء الجاهلية بها ولا زالت لليوم ولا على الكثيرين من محب الطيور الباسلة بحكايتنا المغربية تنتهي جولتنا في أخبار المغرب العربي لمزيد من المتابعة يمكنكم دائماً زيارة نوقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصة التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإخدارية على تردد 11747 رأسي نلقاكم في جولة مغربية جديدة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة